يمكن الفيديو برضو جسد حالة من الصعوبات اللي بواجهها نادي الزمالك بشكل كبير فيه انه زي ما قاله مواجهة المتضم وارتبات الموظفين والعمال والمدربين والجهزة الفنية واللاعبين ومع ذلك الرجل واقف وصامد كيفية مواجهة هذه الصعوبات ما حدش يقدر يجب عليها كبتنطار غير المستشعور مرتضمن صعوب أنا بقول لك بيتحمل ملا يتحمله بشر الوحيد الذي يقدر يتحمل ده هو قادر على التعامل مع التحديات قادر على التعامل مع الصعاب قادر على تجاوز المطبط الصعبة هو ده كان غيره كان ممكن يرفع الريا البدء وينسحب لكن مصلحة نادي الزمالك وأحلام جمهير الزمالك وطموحات جمهير نادي الزمالك والحفاظ على نادي الزمالك هو أنا عاوس أسأل سؤالي كبتنطار هو كل الزمالك ما يوقف على رجلية يتعرض للمواقف دي ليه 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 ناد الزمالك مش عجبكو يروح اللي عبار فين يعني هل ناد الزمالك مش نادي مصري ما نادي مصري ليه كل الضغوات وجاية من ممضوعها بس ويقول لي آه يدعون انهم ينتمون الى ناد الزمالك ما يدعون انهم ينتمون الى ناد الزمالك كل هذه الصعوبات وكل هذه القضايا والحجز على اموال وظروف صعبة قاسية ليه سيبك ان احنا نقدر الرد على الاخرين لما واحد طلع النهاردة بتكلم بيقولك فريرة ده مدرب عادي لبروفيسير ولا حاجة انت مين يا عام اسم عبد حميد حسن اسم عبد حميد حسن كل اللي عملوا ان اللبس فنلة النادي الاهلي خمستاشر دقيقة بس ده تريخوا مع الكورة انا بقول ده يعني مش لائب كان كبير اوي عشان يطلع يحكم على مدرب عالمي معترف بيه لتحد دولي انه هو برووفيسير وطلع انت تقول مش برووفيسير انت خبرتك ايه يعني فما ينفعه شي احنا نواجه ده لكن كمان ما يطلعش المشاكل من قلب الزمالك مرتضى منصور بضحب وقته وبساعته ويقعد مع احفاده ويستمتع بحياته ويقعد في قصوره وفلاته عشان نادي الزمالك هو بيعمل كده وبعدين بيتعرض للشتيمة كل شوية كل ثانية في فيديو شتيمة ليه هو وقصرته هو ليه المتحمل ده كله عشان نادي الزمالك عشان عنده نادي الزمالك ده مؤسسة كبيرة لها جماهير بالملايين ما ينفعش سبه ما ينفعش لان حتى يعني ده عايزين يكبروك انك انت تتور نهيا هم ممسوطا اوي ايام العشان السوداء العشان السوداء اللي الزمالك ما شفش منصور تتطوير وكانوا حبايب اصلا وكانوا حبايب ولغاية دلوقتي بستاذوا سامك مع بعض فما ينفعش الزمالك حفظه الصامد بجماهيره العظيمة وانا شفت عظامة جمهورة الزمالك دايما على مر التاريخ يكبرك الشرف الاعلام الاماراتي كله والاعلام العربي كله بتكلم على السلوك الحضاري لجماهير الزمالك في منعب الشيخ من هزاع الشيخ هزاع بن زايد عفوا فحضاري سقف الفرقته شجعهم كمان كمان المناسبة جت في احتفالية ده في حاجة كم مرور خمسين سنة على العلاقات المصرية الاماراتية يعني كان شكلنا حضاري لكن القلة سبوا شكبالة وسبوا الفرقة وبعدين عايزة اقولك حاجة انا حاسس في مسمح لي السود صبحي ان في يعني احتفالية بالكاس مبلغ فيها كاس عالم كانك خط كاس عالم احتفل زي براحتك بس مبلغ فيها ده دليل على حاجة دليل على عظامة وقوة نادي الزمالك انك انت خدت فوز منه او خدت بطولة منه وكنت خايف منه ومرعوب وعمل له الف حساب لكن بعض الاخطاء ادت لك ده وده وارد في كرة القدم البطل عنده ثقافة الهزيمة والخسارة وده الثقافة اللي احنا بنأكد عليها على طول اشتركوا في القناة